الحراك يعود مجددا إلى خط المساعي السياسية لإنهاء الأزمة والحرب في اليمن يتواجد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث هذه الأيام في واشنطن لإجراء لقاءات مع المسؤولين الأمريكيين أبرز هذه اللقاءات كان مع نائب وزير الخارجية جونسو ليفان وهيمنت الأوضاع الإنسانية والإغاثية المتدهورة في اليمن على مباحثات المبعوث الأممي الذي يسعى للحصول على دعم واشنطن وعواصم القرار في الغرب للمضي قدما نحو تحقيق هدف جمع الأطراف اليمنية مجددا في العاصمة النمساوية في ينة أو في مدينة جينيف السويسرية أواخر شهر نوفمبر المقبل وفقا لتصريحات تلفزيونية سابقة أدلى بها جريفث وفي واشنطن التقى المبعوث الأممي مع سفير اليمن أحمد عوض بن مبارك في سياق مساعيه لبناء تفاهمات مع الحكومة اليمنية فيما يخص ضمان إنجاح مهمته الرامية إلى إحياء المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية بن مبارك أكد دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي الرامية لإنهاء الحرب لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مواصلة الضغط العسكري على الإنقلابيين مهم من أجل إنجاح مساعي السلام عبر الأمم المتحدة لافتا إلى أن تحرير الساحر الغربي والضغط على الحوثيين في الحديدة كان عاملا كبيرا لعودتهم إلى مسار السلام وفي الآن نفسه التقى وزير الخارجية خالد اليماني في الرياض سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماتيا تولار في إطار التحركات الأمريكية لدعم مساعي المبعوث الأممي وزير الخارجية أكد خلال هذا اللقاء أهمية الإعداد المسبق لجولة المشاورات القادمة والتنسيق مع الحكومة لضمان نجاح المشاورات والخروج بنتائج إيجابية وهو ما يقتضي مساندة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الإعداد لها لضمان احترام الانقلابيين للعملية التشاورية وعدم السماح لهم بالمماطلة والتنصر عن الالتزامات الواردة في مرجعية الحل للأزمة يأتي ذلك فيما تجري التحضيرات لإجراء أول زيارة من نوعها لمبعوث أممي لمحافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من البلاد عبر وفد أمني أممي يرأسه محمد رضوان والذي وصل إلى مدينة تعز لترتيب هذه الزيارة على واقع التطورات الخطيرة للوضع الاقتصادي ووسط تحذيرات أممية بوقوع نصف سكان البلاد تحت طائلة المجاعة يتحرك المبعوث الأممي في ظل استمرار التحديات نفسها التي أعاقت التوصل إلى حل سياسي للحرب الدائرة في اليمن منذ أربع سنوات وأكثر